أودوان الاحتلال الغاشم والمستمر على قطاع غزة المحاصر فرض نفسه على أجندة حملات وتصريحات المرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية واستضع من كامل لقطاع غزة وسكانه وإدانة ناضحة للاحتلال ولأول مرة يتوحد الشعب المصري بكافة طوائفه ويتطابق الموقف الرسمي والشعبي موالاة ومعارضة تأييد ومنافسة فالحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لبدء الأزمة طالبت بتكثيف الجهود من أجل وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر كما طالبت الرغبين في التبرع للحملة بتوجيه التبرعات لصالح المؤسسات المجتمعية وخاصة مبادرة حياة كريمة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين كما علقت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي على نجاح الهدنة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية قطرية وأكدت أن الأزمة في غزة تتصدر ملفات الأمن القومي وأشادت بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية كما حملت الحملة الرئاسية الغربة مسؤولية العضوان على غزة وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار فيما أكدت حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة مرشح حزب الوفد الجديد للرئاسة المصرية أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين الذي يعد الضمان الوحيد للسلام في منطقة الشرق الأوسط وبدأت مرحلة الدعاية الانتخابية بتدشين مؤتمر شعاره غزة في قلب الوفد أما حملة المرشح الرئاسي حازم عمر فرفضت محاولات تهجير أهالي غزة بشكل قاطع وطالبت الاحتلال بوقف العدوان وعدم اتباع سياسة العقاب الجماعية وعلى مستوى الأحزاب السياسية اصطفت جميع الطيارات والأحزاب خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية بالمواقف والتبرعات الإنسانية وفي مقدمتها حزب حماة الوطن الذي سلم شيكا بمبلغ عشرة ملايين جنيه لمؤسسة حيا كريمة لتقديمها وإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة موسيقى